وفي ملفين فلسطيني آخر يسعى الوزير الإسرائيلي المتطرف اتمار بنكفير إلى معاقبة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية باقي التفاصيل معك بدر نعم ديماث فقد صدق وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بنكفير على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات تستهدف الأسرى الفلسطينيين الإفراج المبكر أمل يتمنى كثيرون من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أن يكون من نصبهم لكن هذا الأمل يبدو أنه سيتبدد مع وجود بنكفير على رأس وزارة الأمن الإسرائيلية صحيفة جيروسالين بوست الإسرائيلية قالت أن هذا القرار يعد جزءا من جهود بنكفير لقمع المحتجين أو المحتجزين المدانين في السجون الإسرائيلية الذين كانوا في الماضي مؤهلين للإفراج المبكر بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم يأتي الإفراج استنادا إلى قانون يسمى قانون الإفراج لداري القناة السابعة الإسرائيلية قالت أن القرار واحد من خطوات عدة يعتزم أتمر بنكفير القيام بها لتضييق الخناق على الأسرى البالغ عددهم أكثر من 4500 تأسير وإن كان يتم إطلاق صراح المئات سنويا وأنه كان يتم إطلاق صراح المئات سنويا بسبب عدم وجود مكان في السجن إلا أن هذا لن يحصل بعد اليوم ما يعني تكدس الأسرى فوق بعضهم البعض في الزنازين الإسرائيلية التعديل يأتي رغم حكم قضائي للمحكمة العليا عام 2017 بضرورة أن توفر إدارة السجون لكل سجين مساحة أربعة أمتار ونصف المتر تشمل مرحاضا ومكانا للاستحمام أو مساحة أربعة أمتار بدون هذه المجتملات وفقا للقناة الإسرائيلية المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل قال إن تمار بنكفير يتصرف بشكل غير عادل ويزيد من الاكتظاظ في السجون بدوره علق بنكفير على قراره بأنه يعمل على وقف تحسين حياة الأسرى في السجون متوعدا بمزيد من الإجراءات الآن من غزة ينضم إلينا عبد الناصر فراوناء رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين سيد عبد الناصر مرحبا بك بداية متى سيطبق هذا القرار إن كان سيطبق وكيف سيؤثر على حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاحتلال الإسرائيلية بداية مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام هذا القرار يأتي في سياق القرارات والسياسة الإسرائيلية المتبعة منذ فترة ليس بالقصيرة والتي تستهدف الأسرى وتستهدف التضييق على الأسرى وكلنا تابع وسمع تصريحات من غفير في حملته الانتخابية بأنه فيما لو فاز بالانتخابات سيجعل من حياة الأسرى جحيما وكأنهم كانوا يعيشون في فنادر وبالتالي منذ أن تسلمه وزارة الأمن القومي بدأ في اتخاذ مجموعة من القرارات وهناك بعض القوانين التي قررت في الكنيسة والتي تستهدف الأسرى وتستهدف أيضا حياة الأسرى وتهدف إلى التضييق على الأسرى وعقابهم جمعيا وكلنا تابع جملة من القرارات التي اتخذت بحق الأسرى وهذا القرار يأتي في هذا السياق ليكشف عن الوجه القبيح للحكومة الإسرائيلية المتطرفة ويكشف أيضا عن حجم التطرف الذي يسود الحكومة والمجتمع الإسرائيلي خاصة وأن بن غفير لا يمثل شخصه وإنما يمثل ظاهرة أخذ بالاتساعة وأخذ بالتزايل في المجتمع الإسرائيلي هل سيطبق هذا القرار بشكل صوري؟ وهذه الظاهرة تسايل الانتقام نعم نعم هذا يعني كما قلت هذا يعبر عن ظاهرة يعني أخذ بالتوسع في المجتمع الإسرائيلي وتهدف إلى التضييق على الأسرى ونعم قد يطبق هذا القرار ويطبق بشكل فوري وبالتالي هو أغلق يعني الباب القانوني في الإفراج عن الأسرى خاصة الأسرى ذوي الاحتياجات الخاصة الأسرى على المرضى ممن يعانون من أمراض مستعصية من من يعانون أمراض السرطان ولعل أبرزهم الأسير ولي الدقة وغيره وأيضا أبقى على حالة الاقتضاف داخل السجون كما هي دون أن يوجد الحلول وبالتالي هو أزم الموقف داخل السجون وفاقما من معاناة الأسرى وبالتالي في هذه الحالة عندما يغلق الباب القانوني بالإفراج عن الأسرى لا سيما كما قلت الأسرى على المرضى والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وفي ظل انسداد الأفق السياسي لا يكون هناك أمام الفلسطينيس هو خيار واحد وهو خيار على القوة لإلغاء قانون العربضة الذي اعتمد عليه بن غفير وحكومته على المتطرفة وبالتالي هو يدفع الفلسطينيين أو بعض الفلسطينيين إلى اللجوء إلى خيار القوة لمعالج كل هذه القضايا ذات العلاقة بقضية الأسرى وأنا أتفق مع ما تفضلتم به في بداية التقرير بأن الإفراج الموكر كان أملا لبعض الأسرى للإفراج قبل انتهاء مدة محكوميتهم وكان هناك أملا قانونية بالإفراج عن الأسرى ممن يعانون أمراضا خطيرة ومزمنة ومن يمرون بظروف صحية خطيرة كما حالة الأسير وليد ضغطة أكيد أن الغاية الغاية من وراء هذا القرار بالإضافة إلى التضييق على الأسرى داخل السجون هو ثني كل فلسطيني على التفكير حتى في القيام بعمل مقاوم هل تعتقد أن هذا النوع من التضييق والترهيب قد يؤثر سلبيا على نفسية الشباب الفلسطينيين الذين يرون ضرورة مقاومة المحتل الإسرائيلي نعم هذا صحيح دولة الاحتلال هي تسعى من وراء الأتقلات إلى الانتقام من الشعب الفلسطيني وهي تسعى إلى السيطرة على الشعب الفلسطيني وهي تسعى للتأثير على توجهات وأفكار الفلسطيني وهي تحاول احتجاز الأسرى داخل السجون ومنع الإفراج المبكر واحتجازهم لسنوات طويلة داخل سجون الاحتلال بهدف إيصال رسالة إلى كل الشعب الفلسطيني بأن خيار المقاومة هو خيار غير المجدي وبالتالي لا داعي لأن تلجأ لهذا على الخيار لذلك دائما نقول بأن على فصائل المقاومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها وأن مهم التحرير الأسرة هو ليس واجبا وطنيا ودينيا وأخلاقيا فحسب وإنما هو ضرورة حيوية لتعزيز صمود شعبنا ولتعزيز روح المقاومة للشعب الفلسطيني لكن بكل الأحوال وبرغم الاعتقالات الواسعة والكبيرة التي تشنها دولة الاحتلال والتي تمارس بشكل يومي وأصبحت ظاهرة يومية مقلقة وقد رصدنا خلال هذا العام على سبيل المثال الاعتقال أكثر من 4300 فلسطين من بينهم مئات الأطفال وبرغم احتجازها لمئات الأسرة منذ عقود من الزمن حيث يوجد في سجون الاحتلال أكثر من 430 أسيرا فلسطينية قد مضى الاعتقالهم أكثر من 20 عاما إلا أن الأمل ما زال موجودا وقائما لدى الأسرة ولدى ذوي الأسرة ومقاومة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة بمعنى أن كل هذه الإجراءات لن تثني الشعب الفلسطيني عن استمرار في مقاومته وفي كفاحه من أجل الأرية والاستقلال كل شك لك سيد عبد الناصر فروانا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرة والمحرارين الفلسطينيين